دفعت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 دفعت ملايين العراقيين إلى الهجرة من بلدهم مع تضاؤل الأمل بمستقبل أفضل وتؤكد العديد من الدراسات أن شريحة الشباب هم الأكثر تفكرا باللجوء لأنهم يبحثون عن حياة أفضل لهم في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد وتراجع المستوى الأمني والاقتصادي وغياب أفق واضح لحل هذه المشاكل في البداية كان العراقيون يحاولون اللجوء بطرق شرعية لكن تأخير الأمم المتحدة لطلبات اللاجئين دفعت أعدادا كبيرة منهم لسلوك طرق التهريب سواء عبر البحر أو البر رغم مواجهة الكثير من الصعوبات مجازفين بأرواحهم وعوائلهم في سبيل ضمان مستقبلهم في المهجر مخاطر كثيرة تواجه العراقيين في رحلة اللجوء مات الكثيرون منهم بسبب الجوع والعطش بعد أن تاهوا في طريق الهجرة إلى أوروبا أو في قوارب الموت فضلا عن الكثير من المفقودين الذين لا يعرفوا مصيرهم حتى الآن ومن بين نحو 5 ملايين لاجئين عراقيين بحسب إحصائية لجنة العمل والمهجرين النيابية يعيش معظم اللاجئين العراقيين ظروفا أقل ما يقال عنها بأنها قاسية بسبب الحرمان والعوز داخل البلدان المضيفة لهم مع استثناءات قليلة في بعض البلدان إلا أن غالبيتهم لا يرغبون في العودة إلى العراق لتيقونهم بأنه لا مستقبل في بلدهم بسبب سيطرة الساسة الفاسدين على مقدرات البلد ويرى مراقبون أن تشكيل حكومة السودان التي تهيمن عليها الميليشيات قطعت الأمل بأي إصلاح على المدى القريب ما سيزيد من نزيف البلاد لأبنائها لا سيما من الكفاءات التي تفضل الصبر على قسوة ظروف الهجرة لحيل التأقلم والعيش في بيئة آمنة تحفظ حياة الإنسان وتحترم كرمته ترجمة نانسي قنقر